بجميع متابعين اينما كنتم في برنامجكم الاسبوع كلام حلو موضوعنا لليوم بش نحكيوا على المجهود اللي نعملوه بش نوصلوا نحقوا اهدافنا مرحبا باسي خالد رو خالد ديما مؤخر ولكن بداية كل عادة نحب نرحب بسيدة الحضور في كل مرة تحضر معنا شخصية مشهورة الشخصية المشهورة لهذا اليوم هي سيدة اسم على مسمى ممثلة راقية ومنيش بش نحكي عليها بارشة اما ثم حاجة اللي هي ظاهرة ياسر اللي يحبوها الصغار والاقبار وبش نعدي الكلمة لناديا بش ترحب بها على طريقتها لك الكلمة ناديا يعطيك صحة مريم مرحبا خالد مرحبا خالي مرحبا بي فتنة هي فنانة بكل المقاييس بعيدة عن البوز وتنسنيس جميلة الحضور في الشاشة خير وانيس هي صاحبة مواقف خارج الكواليس تعددت اعمالها سينما مسرح تنشيط مسلسلات من قويل الرمان الى عشقة وحكايات ولد شكون كو مرورا بزينب في شوفلي حل ابدعت في دور لا يعرف الملل في كل ادوارها اعطات الكل في الكل دخلت كل البيوت بالموهبة والحرفية والعمل مست المشاعر وخاطبت العقل تميزت في المضمونة والشكل هي خريجة المعهد العالي للفن المسرحي هي جميلة الشيحي مرحبا بيك عيشك عيشك مرسي بوكو عيشك برعد اينا روك يقدموني تتعب عيني بالدموع ونحس روحي اندرشني فيش قاعدين يعملولي دونك مرسي بوكو عيشك ربي فضلك وسعيدة جدا بوجودي معاكم وشكرا على استدافة واحنا زادة بالحق معناها سعادة بارشة لي انتي بحضينه ضيوح قتلك في التليفون راني الى فاليو قداش نفركز في النمروها بش طلعتو وكي سمعت صوتها تقولش علي اش كون القيت عايشك عايشك مرحبا بيك سي خالد المتأخر عن الوقت عايشك ربي يا حفظك وعمره مقبولة ان شاء الله اللهم امين ربي يحفظك انتي ومدام ناديا سي خاليل مدام زينب خلينا نقوله بالحق الدورة متاحة من زينب برشة عايش قولك مدام زينب خلينا نعم مدام جميلة مدام خرج له زينب تاوشي وفو اخلد معي جميلة خير ومرحبا بكل يعني مستمع اي مشاء الله تكون حس خفيفة يا رب العالم مرحبا خالي لك العدم مرحبا مريم مرحبا بكل الضيوف ونحب نختنم فرصة جست في سنك سيقوند شاء الله عيد امهات سعيد لكل امهات تونس وكل امهات العالم يا رب امين يا رب يعطيك الصحة ناديا مرحبا عايشك مرحبا بكو انا بدوري جدا نقدم تحية لكل امهات تونس وان شاء الله كل عام والام التونسية بحياة خير وطقة تونس هي امنا لناس الكل انا فيما يخص عيد الام اليوم بشو نقول كلمة واحدة الام مدرسة اذا اعددتها اعددتها شعبا طيبة الاعراقي ويجا نمشي ونشوفو زعم ناس بكري شنو اقالو شو قالو ناس بكري ناس بكري قالو مدم جميلة اللي يحب الليلو يصهر الليلو بكلو اي نعم شنو ارايك انا يظهر لي المثال هذي لخص حياتي والله بصدق والله معناها قدش عندي يظهرها وكاكوت شنس اللخص لحياتي بالرسمي معناها خطر من تصورش في خدمتي في علاقاتي في مشاريعي في احلامي تموحاتي اي حاجة عملتها جيتني بالسهل الحقيقة حربت عليها حربت عليها وتعبت وسهرت وضحيت واشتهدت ومجيتش بالسهل بالكل بالكل واي حاجة كي تجيب بصعب معناها مجيش حاجة سهلة اوتوماتيك ما كيف نجنيوها نقول انا مش كون عندها نكهة خاصة مش كيما حاجة دي سهلة اكيد اكيد على خطر بان ساعات الهداية محليها اما تكون احلى وقت اللي تتعب عليها الحاجة كي تشريها انتي وكي وكي توفرها انتي وايش يخطوك كي تبدأ المرأة زيدة تكون مستقلة بذيتها وتكون تعمل على روحها وتخلص فاتوراتها والاستقلالية تكون معناوية ومادية بارشا 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 احترام للذيت وللنفس من عند المرأة ووقت اللي تحس اللي هي الحاجة ولا المشروع ولا الحلمة اللي تعبت عليها وبحث على خاطرها تجني ثمارها في لحظة ماي دونك ما تنجم تكون كان فخورة ومعتزة بالانجاز اللي حقته ديوح كنا نحكي وتوفي لكوليس مع مدام جميلة على الشخصية انتع زينب قتل راني انا زينب فيها برشا من شخصيتي الا حاجة واحدة كل ثقافة نتع التواكل ونتع نعمل على الاخر ونعمل جملة جملة قاعدة في السالم عاملة على حمايتها وشخصني حتى طرف حتى طرف عندي بان شوية دليل مع امي يرحمها ويناعمها في عيد الامهيت ربي يرحم الامهيت الكل واللي هكا تاعب ولا مريض يا ربي تشفيه وتوقفهم على ساقيهم خطر رضوكم تيج بالحق يتحط على روسنا وما يعرف قيمتها وال 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 و اهميتها في الحياة كان اللي يفقدها دونك ارجوكم بالحق استغلوا استمتعوا شيخوا بمهيتكم في في اللحظات الكل مش نهار رو في العام رو في العام الكل في الليامات الكل في اللحظات الكل دونك نحب الدليل وكل اما كيما قلت لك لو برجي برج الجدي معناها تخيل انت صعود الجبال مشقة مشقة كبيرة دونك بالحق يحب التحديات يحب التحدي و ما يفرحش برجا بالمجاملات وبالنفاق الاجتماعي ويقول كلمته وما يحبش الماسك انا مو مثلة ام يرحمها تقول لي ساعات وقت اللي نعتي عايشك وقت اللي نعتي راي في التلفزة وبعد يصير مشاكل وناس تحكي تقول يا عايش بنتي تنتي مو مثلة مثلت عليهم شوية قلها ليرا من نجمش من في حياتي العادية من نجمش نمثل نحس روحي انا قاعد نوصل في شخصية ما هي الشخصيتي وما عاد النجم حتى نخذل روحي في المرية بكل امان ماني قلت لكم بالمجلود راهي اسم علي مسماء عايش مانيش غالط خليل كيف نقول اللي يحب اللي يصهر اللي يبكل ثقافة العمل ثقافة المجهود صحيح هو ثقافة العمل وثقافة المجهود انا نهز حتى راهو ثم حاجة في الدنيا الديسيبلين ولا الديترميناسيون الانضباط والمثابرة لديو كاليتي هذوما خليوا بلدين اتطورت وتقدمت من لشيء كان بالعمل راهو كيف ناخذو نحنا لألمانيا اللي بعض الحرب العالمية الثانية تفسخت من خريطة ثم ثم معناها ثم مناطق في ألمانيا تفسخوا من الخريطة ونشوفوا ألمانيا البوزيسيون بتاعها اليوم وين موجودة في العالم نعرفوا للحاجة الوحيدة اللي خليتهم يقدموا هما أنهم بالحق العبيدة ذوكم سهروا الليل بكله وزيدا ناخذوا برشا متاع سينجابور متاع ماليزيا متاع جابون وما أدراك ما جابون والكوارث الطبيعية اللي تصير فيها ويحد وكل ونجموا يوقفوا بلاد اليوم معايشة في الفين وخمسين متقدمة على العالم برشا المثبرة والانضباط ده هما اللي خليوا خلقوا اللي موجودة اليوم في العالم الكل ورا كل إنسان ناجح اليوم في الكورة الأرضية العبيدة اللي هي كما إيلون ماس كما بيل جيتس كما مثلا مارك زوكربيرج في فيسبوك العبيدة هذي الكل وراها قصص وراها قصص متاع معاناة كبيرة وراها قصص كما جاك ما باركزامل ملالي بابال وشينوان إنسان كي تسمع القصة متاعه وعشرين سنال تيلي ما تقول بش يخلط هو عنده أقوى انتربريز اليوم في الشين اللي هي أقوى حتى من الدول في العالم دونك انا نشوف اللي المثبرة وكي مو ونبني على كلمك مادام جميلة اللي هو نقول الحقيقة متاعربي سمحوني والله الفكرة توجست ضعت اي فولا دونك الساعات الثنية الثنية تكون أقوى مني كي توصل للهدف ومن تحقيقه ثنية تحقيق الهدف هي أقوى من تحقيقه على خطر وسط الثنية هذيك كالصعوبات وسط الثنية هذيك هي اللي بش تخليك انت تريكول تكلف خوي هذيك اللي انت تعبت عليه أكيد خاليل هو القوى وقت اللي بش تجاوز العراقيل احنا كي بش نقوله ثنية معنها مش بتلقاها مفروشة بالورد معنها ثم ما صعب بش يعرضوك وهني هي القوى وقت اللي تتجاوز ومتشد صحيح وتكمل بش انك توصل الهدف في انتاعك أكيد سيدي الشيخ ربي يحفظك شنحولك أنت بش عودك من ماخر مرة أخر بفضلك عايش كما دمر يوم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأصل يعني المثابرة والمدامع على الشيء هو بالحق فمش حاجة سهلة في الدنيا ولا في الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قالت عايش رد العن لما سؤلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا عمل عمل أثبته أي داوم علي وأحب الأعمال إلى الله ما داوم علي العبد وإنقل حتى في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والذراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهما تنصر الله فماش حاجة تجيب السهلة دنياوية أو حاجة في الآخر الإنسان يزم يتعب عليها ويضحي ويعطي الغالي والنفيس ومن يتهيأ بصعود الجبال يعيش أبدا الضهر بين الحفر فالإنسان هنا يحاول ديما يقادن بل في آية قال السيدة عائش رد العن سألت النبي صلى الله في قول الله قالت أهو الرجل يزني ويخاف الله ويشرب الخمر ويخاف الله أو يسرق ويخاف الله قالت لا قال لا يا بنت الصديق رضي الله عنه أرضابل هو الرجل يصلي ويصوم ويفعل خيرات ويخاف ألا يتقبل ألا يتقبل منش يعني الإنسان يداوم على العمل ويحاول يثابر بجد ما يوصل المبتغى لله سبحانه وتعالى كذلك في الحياة الدنيا فماش حاجة شي سهلة فماش إنسان بني نفسه أو وصل المبتغى يعني وكما قال الأخونا خاليل ما نجي مش يوصل توصل الهدف لكن كيفش تحفظ عليه أنك تثابر وتحاول وتكابد الصعوبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سؤل على الدعاء قال يستجاب ما لم يعجل قالوا كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاب ما لم يعجل قال يقول الرجل دعوته دعوته فلم يستجب لي فيستحصر فيترك الدعاء فلا يستجب له فالإنسان ديم يحاولوا يحاولوا يدعي خلي الأمر على الله سبحانه وتعالى يعطيك الصحة خالد نتيح يعطيكم الصحة لكل في الإضافات نحب نحي على الشيخنا نبي خالي والحقيقة يجينا من بن زرت معناها مسموح له هي حبت تقول لك يجي ماخرة ماخرتها بالطريقة للباب الامن والله كانت عندي شر لحقائية في وسط الدار فهمتني وحبة فيكم انتم ما جيت عملت الصعابة لكل باش نحيت الاشكالة عندي فويت انت عمي خلنحكي فهمتني فنحيت وحاولت نجي وشول يحطني وكنت فرحان سماعت يعني مدام جميلة قلت عايشك عايشك ربي يحفظكم شوال لو توحشكم راني فهمتني والله حطحنا المثل هذي قبله مثل آخر يقول منطلب العلا سهير الليالي وانا نقول انجح مش صدفة انجح عمل كد وجهد مش كسل العمل يتوج يتوج تتويج للأمل والعمل بدون أمل ضياع للعمل وأمل بدون عمل خيبة أمل قيمة الإنسان في العمل وقيمة العمل في النية والأخلاص والنبل فعلوه التموح بدون عمل هو عين الفشل العمل يشفي العلل وينهسينا في الفراغ والملل احنا كيف نحب ونرجعه للمثال هذية هو رمزيته في أنه نصهر الليالي كما يقول اللي حب الليله يصهر الليل بكله وهي لحقيقة رمزية رمزية في قيمة العمل كقيمة إنسانية احنا هيت نتصوره الإنسان بدون عمل والعمل هو تابع مستوى الوعي وهذا اللي خلوا كما قال خليل الشعوب إذا كان عملة قفزات نوعية عملة تقفزات نوعية بالعمل والعمل حتى نذكره حتى الأم اللي في دارها عمل جاد جاد وهي كما قلت مريم الأم ومدرسة عددتها عددتها شعبا طيب العراقي دونك اليوم العلم أنتج حسب مقاييس نقوله احنا الوعي واللي هو يقول كثم زو الشعوب اللي هو نقيسوا بهم الوعي الوعي اللي هو شعوب الحاجة هم الشعوب اللي شفني مرة الأخرى تبكي وتشكي واللي هما ديما في الاستهلاك واللي هما في ثقافة الاستهلاك وفي ثقافة معناها خدموني أعطيوني دور الضحية دور الضحية وإنا حتى عليش نحب نقول هذا على خاطر زادة عنا عقلية أنه حتى كنقراء وناخذوا ديبلوم نستنيه وش كل بشي خدمنا استنيه والدولة ولا نقيتش خدمة دونك وهونيا كما قالت مدام جميلة الانسان وين هونيا في هذا الكل وهوني اللي ميز الانسان وميز أنه مستوى الوعي يمتعه وهوني هزنة للشعوب اللي فهمت واللي هما في ثقافة الإضافة مش في ثقافة الحاجة وثقافة الإضافة عادة نلقاه مستوى وعيهم أكثر من ميتين خطر هو لشيلدو هاوكين زيد قاس دونك هيدا مش نلقاه مع بيت مش تعمل فقط ولكن في العمل تخلق إضافة وهوما اللي يعملوا من العمل قيمة محبة واللي هما تولي فما أنت فيزيونيل معتها إنسان يقول لك اللي معناها يخدم باك المحبة هذيك عمره ما يحس بالتعب وإلا بالبشقة وهوني نحب نذكر قولة الإبراهيم نصر الله اللي يقول لا يدرك الإنسان ودروس الحياة إلا حين يعمل سواء كان عمله حفر القبور أو بناء قصور معناها كل كسوعة شنو العمل هو في القيمة وكل إنسان هو معناها بشيعة يكالإضافة ونجم نختم هنا بحكاية ونخليوها بعد مثال كما تحب ما نفصل لك سؤال هنا لدي أحنا كيف نقوله طبعا نحكيه عالعمل للعمل إحنا كيف نقوله اللي يحب لله يسهر اللي اللي بقوله لو نحكيه حتى على إنجاح حتى في القراية نحكيه حتى نجاح في العلاقات نحكيه على إنجاح بصفة عامة معناها إنتي إذا كانت حب تفوز بشخص ما يزمك تعمل إفوق بش توصل بش توصل تاخد قلبك الشخص هذاك معناها نجاح حتى في العلاقات الإنسانية موش سلمون بش إنك ما نحكيه سلمون عمل لك هو الإنسان يصهر ويعمل مجهود في كل حاجة طبعا ثم الباك بش يعديو معناها الصغرات اللي قاعدين يحضروا في رواحهم العمل بعض العلاقات الإنسانية بصفة عامة إحنا إحنا الحقيقة معنى شو الثقافة هذه معنى جملة ثقافة العمل والاعتماد على الذات خلينا نكونوا واقعين ساعات نتفرج في دي فيديو خاصة نمتع الأجانب نبدأ هكا ولا ليه التربية تبدأ مغادي تلقى بيبي محدود على التاولة عمره خمسة ولا ستة شهر يحطوله الماكلة ويبدأ يكل وحده يبلبز يمصخ يتذوق يلوح بعد يدوشوله ينطفوه لكن يتعلم يحطوله الملابس يلبس وحده يلبس بالمقلوب يلبس بالمعاوج سيقليمين في اللي صار ليصار في اللي مين أما يتعلم يلبس يتعلم يلبس يتعلم يعمل على روحه يوسخ حاجة يعلموه بيش ينظفها ويبكي ويتشلحت في القاعة وما يبعد ما غادي إلا ما يتعلم كيفش ينظف البلاسة اللي مصخها أحنا معنيش أحنا قوم مد كيسمي الخوك ولا البوك هذي ساعة المرأة كيفش تترب بتات تختوى جنراتيون جديدة بجينا هاكا شوية نتبدلو فما نوعا ما مساوية هاكا بين المرأة والراجل ولكن هذي كاي أنا تربيتها كايك أنا تربيتها كايك أنا نقوم نحط لعشي الخويا أنا خويا كيكوح أنا نجري نجيب له كاسمي وإنا نحدد له حويجو وإنا ما نعرش إذا كان يبعثني بش نقضي قضية أنا ما يمشيش هو وسيدي الله يرحمه معنيها عايشك الثقافة الذكورية دونك هذي الكل راهو يرزمو يتبدل ما هو شي منطق انتاعي إذا كان يحب الليل بكل ومعنيها سيبون ليه ليه ما غادي من البيبي من البيبي ما غاديكا تبدأ فكرة إن تخلي الصغير يعمل على روحه ويتربى وينشأ على مبادئ صحيحة كيما المثلة ذي صحيح أنا رأي هكا كلمك صحيح وإنا ضيوح كنت بش نعاقب وبش نقول هنا هي العقلية هذية هل هي مسألة وعي وهل هي من التربية معناها من اللي يبدأ الصغير يبدأ يكبر بش يعلمه في المكتب وإنه يكون مسؤول بش يعلمه إنه يخدم دروس وبش يعلمه إنه يبدل أحويج كما قالت مدام جميلة بش يعلمه بارشة حاجة هي تحكي الصغير ما أحنا ما بعدنا عليهم معناها تحكي هي حاجة حلوة ليه أحنا ما زلنا موصنن أحنا روم الخوف ما تخليهوش ما تخليهوش هيك الواحد ويمشيش يشرق ولا يبلح حاجة ولا كذا أما ليه ليه مثالش مثالش أنت بحذيه وإذا كان بش تعطيه مايكلة ولا بش تعطيه حويج ما هوش بش يتذر بل بالعكس بش تعلمه كما أحنا في المسرح نحكي كمام على اختصاصي ساعات في نوادي المسرح يجيوا طلبة يجيوا مهانسين طببة كذا يقول لك أنا ما نحبش نوالي ممثل ولكن أنا نحب نكون شخصيتي نحب نعمل على روحي نحب نتعلم الخطابة نحب نتعلم نعتمد على ذاتي نحب نتعلم نعتي ثقة في روحي نتصالح مع روحي عندي حاجات مانيش قبلهم في بدني في جسمي في عقليتي في تربيتي في تكويني الوقوف على الركح ومواجهة الجمهور ومواجهة حتى الناس اللي يبدأوا معايا في في أتليد وتياتخ مثلا هذيكي خليني أنا نسترجع ثقتي في ذاتي ونخمم في مستقبلي بنظرة وبطريقة أخر يعطيك الصحة ناديا صحيح يعطيها الصحة مدام جميلة أن بالحق العمل هي ثقافة مربوطة بتنشأة في العائلة بتاعنا تنشأة في الاجتماعية حتى كيف نمشي وإحنا لطريقة التعليم بتاعنا واللي حتى كيف إحنا كتعلمنا تعلمنا بطريقة بضاعتكم ردت إليكم دونك هذيك يخلينا إحنا بيدنا من نجموش نستوعبو قيمة المسئولية ونعملو على رواحنا وكيما قلت حتى في التربية تربيةنا بكل خوف وكل محبة تخلينا السلوك نخلقو أفراد اللي هما مش قادرين يعملوا على رواحهم واليوم قوة الشعوب في قوة أفرادها وقوة أفرادها منقلوش عمل بالإنتاج الإنتاج حتى كي ناخذ هاك ندخل شوية في كي ناخذ وش معنى البي بي اللي هو معنى يحدد نمو الاقتصادي معنى هالشعوب هي لابخوديكسون انتيريور بروت وتنحي الكونسوماتي نيوسيال مخاطر ذيك شوية ثقافتي دونك لابخوديكسون معنى المجهود معنى شنية الإضافة أحنا شعب عليش فما اختلال خاطر الاستهلك غلب الإضافة متاعنا وعقلية استهلك حتى راوع شنية انا نذكر اول استاج عملته في حياتي مش مؤسة معنتها إدارية يعني عقلية كي واحد بشي مشي للإدارة شنو بشيخو مش شنو بشيعتي كان عنده فوتوكوبي متاع ولاده نحكي على زمن طو الحمدلله معادش نحكي كعقلية احنا ورثنيها معنتها التليفون كرني تليفونيت الكل بشيطلب عيلتو الكل معناها ثقافة ان التواكل اني انا بش ناخذ مش بش نعطي دونك كيف كيف بزيد حتى واحد كي يخدم يقول قديش بش تخلصوني مش قديش انا بش نعطي شنية معناتها المكافأ اللي انا والمقابلة اللي بش نعطيها برابور للمجهود اللي انا بش نعمل دونك اذا كن نحوصل ونقول هو راه مجهود والمجهود مش مرتبط بخطة مهنية ولكن هي بالعقلية نمارسوها كيما قلت انت كلمسئولية من ان انسان يقوم بروحه وفي قيام بنفسه فما الاضافة شنو هزت وان لم تزت شيئا عنها بدنيا كنت انت زائدا عنها والحقيقة هو المجهود هذك هو اللي بش يعطي معنى لوجود الشخص هو اللي بش يخلي ينتقاسم اليوم الثروة نخلقه وننجو وإلا نتقاسم الفقر معناها على خاطر معناها قلة الافكار وقلة المجهود والتواكل هذك بتعطي بتعطي مزيد من الفقر مزيد معناها ان نعول خالد عندك مظيفة اي ممكن مريم اننا نحب نقول الحقيقة شوف نحنا عنا في تونس عليش الحكاية بانشور تبدأ متنشع نحنا نشوفه حتى في اوروبا صغير يوصل عمر ستاس بعد اشن سنة يقول سيبون تولي يتعامل على روحك معناها ينجم يخرج مدار لازم هو يجيب قوت ويجيب بمصروف ويخدم على روح ودجا انتي ما تسمعش بها في تونس حاجة اسمها ستودنت جوب معناها الانسان كيكون طالب لازم ويخدم ما تخدم ش غادي تحجم ما تنجم حتى تعمل سير كلم متاع صغير متاع صغير موش حكاية نحنا نحنا عميش على خطر في تونس ممكن رهو اللي مش بخل ولا نحنا عنا العاطفة العاطفة الكبرى انو راه الوالدين دي ما يحبوا يلعبوا هم الرول متاع صغارهم الاخر موش حكاية بخل نحنا البخل تعديننا بالعاطفة وهذه الولة والثانية انو الانسان راهو بشي خدم لازم يكون عنده حاجة من الاثنين يا هدف يا حلم اللي ما عنده لها هدف و لحلم مين نجم الشعوب اللي حكينا عليها كانت عندها هدف و عندها حلم الشعوب اللي قاعد ينحكي عليها اليوم اللي صغار يخرج من 16 و 17 سنة عندهم هدف و عندهم حلم لكن نحن المشكلة اليوم كبيرة في تونس لازمنا نعرف انبيعوا الحلم وانبيعوا الهدف للشباب بش وقت اللي هو يلقى ويلقى حاجة قدامه يقوم يخدم عليها اما كيبدأ ما ثم حتى شي بش يقوم عليه السباح متنجم كين تلقاه قاعد في نفس البلاس غاديك ولا البطال انتي تجي تقول ويجا هاو مثلا عندي خدمة حتى متع جمع الزيتون انتي نحن كينجي ونجمع الزيتون ما وقلو تونس كلها بطالة عبيد ما تلقاش من عيشوش فيها في وقف العصر الحجري كل واحد مسؤول على تصرفاته ليه نحن اليوم عندك تنطلق منك ومن اسرتك ومن اصحابك ومن المؤسسة اللي انتي تقرأ فيها وبعض مؤسسة اللي انتي تخدم فيها بعض من الوزارات وبعض من السلطة ومن الدولة وإت سترا دونك الناس الكل لازم تتكاتف والناس نقول ديما كل شيء ما قالت المدام جميلة يعني لك الانسان كل الانسان يجب يعتمد على نفسه وهو الله سبحانه وطعاله في كثير من الآيات وكثير من المواضع أن الله عز وجل يأمرنا بالمسير على العمل والخيرات قال وسيرع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض وسماوات الأرض وعدت للمتقين فالانسان اللي يحلم بالحق كما قال لو نجيوا لحاديث النبي قال أعطوا الطريقة حقها نتفرش في فيديو في اليابان كيفاش أنه يعني سلة المهم لا تلقى من المنزل ما تلقاش في الطريق شكون عام نظف بشي نظف اليوم أنه أحنا بالحق الإنسان أن الحلم تبدأ من فم أنت تحب ترى لدك نظيفة تبدأ منك أنت تبقاش لون في الناس أنت تعمل فالأخلاق في المعاملات في لبستك في طريقك في كلامك في كل شي فالقال ما حقه الطريق قال غضوا البصر وردوا السلام وستشمية العاص إلى غير ذلك فالله سبحانه وتعالى لما يأمرنا بالمسارع إلى الخير كل إنسان قاما قال الله كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون علشي اليوم كما تحكي أنت في أبسط شي زيتون أي معاملات الناس ما عاش تحب تخدم يعني التواكل والله عز وجل قال فإذا عزمت فتوكل على الله لا تتواكل أعلم أن كل شي بيد الله وأن الرزق في السماء محتوم لك الأرض الأخذ بالأسباب كما قال الله فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور حاول تعمل حاول أنت تكون عندك هدف باش تنمي لبلد هذه أنت وانا وغيري باش نكونوا نجم ونتكاتف فالأخلاق ليس مربوطة في الكلام فقط حتى في المعاملات مع الحيوانات قال إن الله كتب الأحسان على كل شي والإنسان حتى في كلامه في تصرفاته والله عز وجل في محكم التنزيل قال في بعض الآيات أنه الإنسان كيفاش هو يتوكل على الله لما قال قال ويسألونك عن ذي القرنين قال قل سأتل عليكم منه ذكره إنما كنا له في الأرض وآتيناه من كل شي أنسب فاتخذه سبب فيتعلم الإنسان كيف في أخذ الأسباب باش ينجح هو وتنجح البلاد وأنه هو راه وعنصر في هذه في البلاد أنه باش يكون والأمة ما تكون كلمتها من رأسها ما تكون لقمتها من فاسها يعني كالصحة خالد نخرج مع قسم الأخبار وبعد نرجع لنقاش